لم يعود التيار يمر بين إدارة النادي الإفريقي التونسي ولاعبها الجزائري عبد المومن جابو هكذا كشف التقارير إعلامية تونسية ما يجري في بيت أبناء باب سويقة الخلاف يعود حسب التقارير الإعلامية إلى رفض إدارة الإفريقي العرضا مقدم من طرب زونسبور التركي والمقدر بأربعة ملايين دينار تونسي 1.7 مليون يورو هذه القيمة لم تلقى إعجاب إدارة الإفريقي التي تطمح في الاستفادة من أكبر عدد ممكن حللوزيج مدرب الخضر سابقا وتربزونسبور التركي حاليا أكد اهتمامه بجابو وهذا ما لم ينفه اللعب تماما إلى أن إدارة النادي التونسي تريد لعب ورقة العروض الخليجية من أجل رفع قيمة جابو خصوصا بعد اهتمام نادي السد القطر بخدمة نجم الإفريقي الأول لترفع شروطها المالية إلى 3.5 مليون يورو وهذا ما أغضم ابن عاصمة الهضة بالعليا حسب تقارير تونسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة